بسم الله الرحمن الرحيم في إطار المحاضرات المتعلقة بمقياس قانون الاستهلاك سنخصص اليوم محاضرتين فالأولى معلونة بالالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع أما الثانية فمتعلقة بالالتزام بالإعلام فيما يخص الالتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع فقد ألقى المشرع على العاتق المتدخل سواء كان منتجاً من السلعة أو خدمة اتزاماً بضمانه إذ كان معيباً ولكون المستهلك الطرف الضعيف بسبب عدم امتلاكه للخبرة الكافية جعله لا يلم بهذه المنتجات فألزم المشرع المتدخل إلزامية الضمان وتنفيذ الخدمة ما بعد البيع فنبدأ على بركة الله بأول الالتزام اللي هو الالتزام بالضمان فما المقصود بالالتزام بالضمان المقصود بالالتزام بالضمان المقصود بالالتزام بالضمان كما عرفه المشرع في المادة الثانية من قانون 0973 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فهو الضمان والتزام والتزام كل المتدخن خلال فترة زمنية معينة في حال ظهور عيب المنتوج باستبدال هذا الأخير أو استرجاع ثمنه أو تصريح السلعة أو تعديل خدمة على نفقته إنما يمكن استخلاصه من هذا التعريف أن المشارع لم يعرف الضمان باعتباره وثيقة سلم المشتري من شأنها تقطية العيوب التي تظهروا في المبيع بل عرف الضمان بطرق تنفيذه لكن استدرك هذا النقص في المرسوم التشريعي 13-327 وذلك في المادة الثالثة منه التي تنصه على مايلي كل بند وهو في تعريف الضمان هو كل بند تعقدي أو فاتورة أو قصيمة شراء أو قصيمة تسليم أو تذكرة صندوق أو كشف تكاليف أو كل وسيلة إثبات أخرى منصوص عليها في التشريع أو تنظيم معمول بهما وتغطي كل عيوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقديم الخدمة هنا فيما يخص أولا محل الضمان فهو يقتصر الضمان على كل أجهزة سواء كانت عتادا أو آلات أو مركبات وهذا مستفد من المادة 13 من قانون منصف تسعة ثلاثة التي جاءت كما يلي يستفد كل مقتنين لأي منتوس سواء كانت جهازا أو آلاتا أو آلاتا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من ضمان بقوة القانون إضافة لذلك فاستفدوا أيضا من قرار وزان المشترك المؤرد في 14 ديسومبر 2014 محدد لمدة ضمان حسب طبيعة السلعة أن محل الضمان هوية جميع الأجهزة والآلات سواء كانت مخصصة لشؤون المنزل أو إدارة الأعمال سواء كانت تعملوا بالكهرباء أو البطاريات أو بطريقة أو بأي طاقة أخرى فهنا المشارع الجزائري لم يفرق بين الأجهزة والآلات التي رغم اختلاف طرق تشغيلها كما أن مشارع أضافة محلا آخر للضمان هو الخدمات وهذا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون صف تسعة ثلاثة وما ورد أيضا في المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي 13-327 أما فيما يخص شروط الضمان فقد حددها المشارع بشرطين أساسيين الشرط الأول يتمثل في أن يحدث الخلال في فترة الضمان أي أن يحدث هذا الخلال في فترة الضمان سواء كانت قانونية أو اتفاقية وكذلك الشرط الثاني أن يرتبط الخلال بصناعة المنتوج فهنا يجب أن يكون الضمان أو يغطي الضمان لعيوب التي ترجع إلى الصناعة فقط أما العيوب التي ترجع إلى سوء استخدام المنتوج أو مخالفة التعليمات فلو يغطيها الضمان كذلك الخلل النجم عن قوة قاهرة لا يشمله الضمان نقطة موالية تحدثنا فيها عن عدم كفاية أحكم القانون المدني خاصة بضمان العيوب الخفية فهنا كما نعلم جميعا أن المشارع الجزائري نظم مسألة ضمان العيوب الخفية فهل هذه هل هذه القواعد كافية لحماية المستهلك أم أن المشارع الجزائري يضيف التزامة وحقوقا أخرى في قانون حماية المستهلك فهنا كما نعرف جميعا فإن أحكم ضمان المنصص عليها في القانون المدني تخص العيوب الخفية وحتى يضمن البائع هذه العيوب يجب توفر أربعة شرط أن يكون العيب مؤثرا أن يكون قادما وأن يكون خفيا وأن يكون غير معلوم للمشتري وعند تحقق هذه الشرط يجب المشتري رفع دعوة ضمان العيوب الخفية في أجل سنة واحدة من يوم تسليم المبيع وإلا سقط حقه في الضمان فهنا يجب من أجل ممارسة هذا الحق وممارسة دعوة ضمان العيوب الخفية أن ترفع في أجل سنة من تاريخ تسليم المبيع إضافة إلى ذلك فيجب أن توفر شرطه الأربعة كما نجد أن أحكام الضمان المقرر في قانون المدني تقسطر على السلعي دون الخدمة الأكثر من ذلك فإنه يجوز الاتفاق على إسقاط هذا الضمان تطبيقا لنصر مدة 384 من قانون المدني لكن قانون حماية المستهلك جعل هذا الضمان إجبالي لا يجوز الاتفاق على مخالفته وبالتالي أصبحت أحكام الضمان من نظامي العام كما نراحض أن المشاريع في قانون حماية المستهلك وقمع الغش وسعم دائرة الأشخاص المستفيدين من أحكام الضمان باستعمال مصطلح مقتني هذا الأخير لا يقتصر على المشتري كما ورد في القانون المدني بل يشمل كل شخص اقتنى المنتوج لاستهلاك الشخصي والمهني بغض النظر عن طبيعتي أو مركزي هذا الشخص هنا فيما يخص نقطة موالية تنفيذ المتدخل للإتزام بالضمان فيجب أولا أن يخترى هذا المستهلك المتدخل بوجود الضمان وهنا المشاريع الجزائري نص على أنه إذا ظهر العيب أو الخلل في المنتوج يتعين عن المستهلك أن يقدم شكوى كتابية أو أي وسيلة أخرى لإعلام المتدخل بذلك وهذا خلال 30 يوما من ظهور العيب وأن يرفق شكواه بالشق الثاني من شهادة الضمان تبقى لما ورده في المدى الثالثة من قرار الوزارة المحدد لنموذج شهادة الضمان وتتكون شهادة الضمان من شقين يحتفظ المتدخل بالشق الأول ويسلم الشق الثاني للمقتني الذي يقدمه في حالة الشكوى مع العلم أن المشاريع اعمالنا حل المستهلك وسائل أخرى لإعلام المتدخل غير الشكوى لما ذكرت المادة 21 من المرسوم 1327 ما يلي عن طريق أي وسيلة اتصال أخرى مناسبة إلى جانب ذلك فالمتدخل الحق في طالب إجراء معينة مضادة للمنتوج على حسابه وبحضور طرفين المتدخل والمستهلك أو ممثليهما في المكان الذي توجد فيه السلع المضمونة في خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الشكوى إذا تأكد فعلا من وجود الخلال والرسله سلة بالمستهلك والمستدخل عليه أن ينفذ التزامه وإذا لم ينفذ كان على المستهلك أن ينذر برسالة الموصع عليها مع الإشعار بالإستلام وبناء على ذلك عليه أن ينفذ التزامه خلال 30 يوما من تاريخ استلام الإشعار هنا فيما يخص كيفية تنفيذ الالتزام بالضمان فإن الهدف المشرع من تقرير حق الضمان لصالح المستهلك في مواجهة المتدخل وهو وفاء بالتزاماته في حالة ظهور عيب في المنتوج خلال فترة الضمان ويتم تنفيذ الالتزام على أربعة أوجهين حسبها المدة 13 من قانون 093 متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي نصت على أنه يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب بالمنتوج استبدال أو إرجاع ثمنه أو تسليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته إضافة إلى ذلك فقد نصر مشرع الجزائري في المدة 12 من مرسوم 13-327 على ميلي يجب أن يتم تنفيذ وجوب الضمان تبقى للمدة 13 من القانون 093 المذكور أعلى دون تحمل المستهلك أي مصارف إضافية إما بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة باستبدالها برد ثمنها وفي حالة العطب المتكرر يجب أن يستبدل منتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه ما يأخذ على النصين عندما نقرأ النصين بصفتهم متتالية هو مشكل أن هناك تناقض بين النصين إذا كان على المشارع الجزائري في المدة 12 كما فعل في المدة 12 من مرسوم 13-327 البدع بتسليح المنسوج ثم استبداله أو رد الثمن لا كما فعل في المدة 13 من قانون 093 فالمقصود هنا هو أن الترتيب لم يكن بنفس الطريقة في المدتين 13 والمدة 12 من مرسوم تنفيذ 13-327 إذا طبقنا كذلك حرفية النصوص فقد يترتب عليه نزاع بين المتدخل والمسهلك حول تنفيذ الضمان في حالة ظهور عيب على المنتوج وبالتالي على مشاريع تدارك هذه المسألة إما بترتيب الخيارات كأن ينص المشارع على الرزوع أولا بإصلاح العيب في المنتوج فإذا لم يتم إصلاحه فيجب استبداله فإذا تعدى لذلك يجب إرزاع الثمن للمسهلك كما يمكن الرزوع إلى حل ثاني وهو أقل فاعلية من الحل الأول المتمثل في أنه يترك المشارع للمتدخل أو المسهلك تقارير تنفيذ الالتزام بالضمان مع مراعاة مصلحة الطرف الضعيف في هذه العلاقة وهو المستهلك نروح الآن إلى خدمة ما بعد البيع فخدمة ما بعد البيع تعتبر خدمة ما بعد البيع من المستجدات التي جاء بها المشرع في قانون حماية المسهلك في سبيل ملئي الفراغ التشريعي الذي سادق قانون 89-2 المرغة إدلت توقف حماية المشرع بمجرد انتهاء مدة الضمان بل ألزمت المدة 16 من قانون 09-03 المتدخلين بتنظيم عملية خدمة ما بعد البيع فيما يخص تعريفها فقد لن نصر مشارع الجزائري في المدة 16 من قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وخمع الغش على ما يلي في إطار خدمة ما بعد البيع وبعد انقذاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره يتعين على المتدخل المعني ضمان وصيانة وتسلاح المنتوج المعروض في السوق تحدد شروط وكيفية الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم انتهت المدة فعليه يقتض بالالتزام بخدمة ما بعد البيع مجموع الأداءات المتعلقة بضمان صيانة وإصلاح المنتوج المعروض في السوق في حالة التي لا يمكن للضمان أن يؤدي مفعوله مما يميزه ويجعله الالتزام مستقلا بذاته عن الالتزام بالضمان أما فيما يخص مضمون الالتزام بتوفير خدمة ما بعد البيع فيتضح من خلال مدى 16 من قانون 7-9-3 أن المشارع حدد مضمون خدمة ما بعد البيع وحصرها في السيانة وتسلح قد يظهر لأول وهلتين أن عملية الإصلاح المنتوج قد تتداقل مع تنفيذ الالتزام بالضمان عند اختيار إصلاح العيب في المنتوج لكن عملية الإصلاح في فترة الضمان تكون عند ظهور أو اكتشاف العيب مما قد يعطل استفادة المستهلك من استعمال المنتوج إما بحلمانه كتعطل أو توقف ثلاجة عن الاستغال أو أن هذا العيب لم يحقق رغبات المشروعة للمستهلك إذن في هذه الحالات يتم إصلاح المنتوج وإذا لم يتم ذلك فيجب استبداله أو رد ثمنه معنى ذلك أن إصلاح المنتوج في فترة الضمان يكون عند اكتشاف أو ظهور العيب المتعلق بالمنتوج أما عملية الإصلاح المرتبطة بخدمة ما بعد البيع فلا يشترط ظهور اكتشاف العيب خلال فترة الضمان كما قد لا يكون عيبا في المنتوج أصلا بل حصل خلل أو عطل نتيجة طول استعمال المنتوج أو نتيجة خطأ مناء المستري أو المقتني إن صح القول أو نتيجة خطأ مناء الغير وفي كل هذه الحالات وغيرها فالعيب أو الخلل لا يرتبط بالمهن والمتدخل أما العيب الذي يكون في فترة الضمان فيكون بسبب مهني أو المتدخل لذا فإن الإصلاح الذي تتم وفق الضمان خدمة ما بعد البيع فإن تكريف الإصلاح تكون بدفع تكريف إضافية مثل ثمن قطع الغيار وتكلفة ليد العاملة وهذا بعد انقضاء فترة الضمان الإجبارية والإضافية أو الاتفاقية قد انتهينا من الاتزامين الاتزام الضمان وخدمة ما بعد البيع وإنسح القول فهو الاتزام واحد لكن يفصل بينهما كما لاحظنا أن في فترة الضمان يكون الاتزام أو يكون تصليح شيء في فترة الضمان أما ما بعد فترة الضمان أو في حالة خطأ مناء المقتني فيكون الإصلاح أو أن يكون في إطار الاتزام خدمة ما بعد البيع ننتقل الآن إلى الاتزام آخر واللي هو الاتزام بالإعلام ويكون آخر الاتزام نتطرق له في هذا السوداسي فقد عرف الاتزام بالإعلام بأنه التزام بالإعلام يعد وسيلة لمقاومة مخاطر الشهارات والدعاية وذلك عن طريقة تقديم معلومات موضوعية على السلعات والخدمات في الإعلام حول المنتجات هو كل معلومة متعلقة بالمنتوج مواجهة للمستهلك على بطاقة أو وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو حتى من خلال اتصال الشفائي ويعرفه المشارع الجزائري في المدى 17 من قانون 0973 على أنه يجب على المتدخل أن يعلم المستهلك بكل معلومات متعلقة بالمنتوج الذي يضعه لاستهلك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة فسنتطلق فيما بعد إلى الوسم والعلامات أو بإنسح القول إلى طرق الإعلام أو وسائل الإعلام مضمون الالتزام بالإعلام هنا سنتحدث عن مضمون الالتزام بالإعلام فصحيح أن المشارع قد ألقى على عاتق المتدخل واجب إعلام المستهلك مما يساعده على استعمال الحسن للمنتوجات فيقع على عاتق المتدخل لإستعلام لمعرفة كافة المعلومات والتوجهات وطريقة استعمال المنتوج والتحديد من مخاطره ولكن هذا الإلتزام ملقع على المتدخل لا يمنع المستهلك من الاستعلام هو كذلك على أساس التعاون بين الأطراف وإلا وقع ضحية الجهل غير المشروع لكن بالرجوع إلى المدى 17 من القانون 7-9-3 جعلت هذا الإلتزام بالإعلام على عاتق المتدخل وحده دون المستهلك مما يقع على عاتقه معرفة كل المعلومات الخاصة بالمنتوج معروض الاستهلاك فلا يمكن له تدرع بجهله لها حتى ولو كان ذلك بصفة مشروع فتقع على عاتقه قرير القاطعة بالعلم بكل المعلومات حتى ولو كان لا يعلموا بها مما يستوجب الاستعلام عن هذا كي يتمكن من إعلام المستهلك نظرا للتخصيص الذي يتصف به دون تحميل المستهلك بالاستعلم وعليه فيقابل حق المستهلك في الإعلام التزام متدخل بالإدلاء بالمعلومات اللازمة لاتخاذ المستهلك قراره وهو على بصيرة والتحقيق الغاية المرجوة من هذا الالتزام يجب أن يتضمن تزويد المستهلك ببيانات خاصة بتعريف بالمنتوج والاحتياطات واحتياطات استعماله وتحديد من خطورتها أما فيما يخص ببيانات الخاصة بتعريف بالمنتوج واحتياطات استعماله فمعنى الإفضاء هو إعلام مستهلك عن طريق وسمي وسمي المنتوجات أي وضع بطاقة على المنتوج يبين بموجبها طبيعة المنتوج وثمنه وتركيبه ومصدره واسم الصانع وغيرها أو إرفاق المنتوج بنصرة داخلية تتضمنه والهدف من ذلك هو إيصال أكبر قدر من معلومات ضرورية لقيام مستهلك بالخيار الصحيح بفضل عدد معين من معلومات متعلقة بالمنتوج أما فيما يخص التحديد من خطورة المنتوج فلا يكفي أن يقوم المتدخل بإعلام مستهلك بطريقة استعمال المنتوج على النحو الذي يكفل الانتفاع به على أكمل وجهه بل يتعين عليه أن يحذره من مخاطر المنتوج ذاته وكذا المخاطر التي قد تنجم عن استعماله أو حيازته تكمن خطورة المنتوج إما بطبيعته فهو لا ينتج إلا كذلك حتى يؤدي الغرض المرجو منه كمواد تنظيف السماء ومواد القابلة للإستعال أو كانت خطورة قد طرأت عن المنتوج بعد خروجه من تحت يدي المنتوج نتيجة التفاعل عناصره مع العوامل الخارجية مثلاً كعصير الفواكه الذي يتخمر تحت تأثير الحرارة هنا فيما يخص شرط شرط الإلتزام بالإعلام فيجب أن يكون مفهوماً إضافة إلى ذلك يجب أن يكون ظاهراً أي لا يصعب على المستهلك رؤيته ومعرفته بل يتفطن إليه المستهلك من أولي وهلا إضافة إلى ذلك يجب أن يكون كاملاً وكذلك يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية وأساساً أساساً عفواً وباللغة أخرى على سبيل الإضافة إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الإعلام رسيقاً بالمنتوج وجاءت ذلك بسياغة متعدر محوها ومفاده أن تكون البيانات المكتوبة على المنتوج غير قابلة للإزالة أو لا تنفك عن المنتوج كيفية الإعلام بإعلام المستهلك وهي آخر نقطة نتطلق لها في هذا الفيديو فتتعلق بيتعين على متدخل إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للمنتوجات لكي يتمكن المستهلك من استعمالها بتراقة صحيحة فتستعدد الوسائل المتبعة من قبل المتخل إعلام المستهلك فالمشاريع حدد وسيلتين فقط هي الوسم ووضع العلامات ثم فتح مجال أمام المتدخل بتمكينه عفواً بتمكين المتدخل بتمكينه من استعمال أي وسيلة أخرى مناسبة كالتغريف مثلاً وهذا ما أكدت عليه المادة الثالثة فقر 16 من مرسوم 13378 الذي يحدد شروط الكافيات المتعلقة بإعلام المستهلك ما نبدأ بأول طريقة لإعلام المستهلك وهي الوسم معرفت المادة الثالثة فقر 5 من قانون 093 الوسم على أنه كل بيانات أو كتابات أو إشارات أو علامات أو مميزات أو صور أو تمثيل أو رموز مرتبطة بالسلعة تظهر على غلاف أو وثيقة أو لاتقة أو سمة أو مرسقة أو بطاقة أو ختم معلقة مرفقة أو دلة على طبيعة المنتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض النظر عن طريقة وضعها انتهت المادة فالوسم هو تلك البيانات الموضوعة على غلاف المنتوج التي تعرف به وتعتبر ضرورية لإعلام المستهلك بحيث يكون قادرا على قراءة هذه المعلومات بكل حرية وقادرا على اتباع الإرشادات مقدمة لتمكنهم من استعمال صحيح المنتوج دون حاجة أن يعود لمتدخل في كل مرتين كما أن الوسم دور وصفي فيقدم المستهلك وثيقة تحتوي على كل المعلومات بصفة واضحة وسهلة الفهم والاستيعاب كونه عديم الخبر نروح إلى الطريقة الثانية التي نص عليها المشرع الجزائري فيما يخص طرق إعلام المستهلك اللي هي العلامات فقد تعرفت العلامة تطرقت لتعريف العلامة المادة تانية من الأمر صفة 306 المتعلق بالعلامات على أنها كل رمز قابل للتمثيل الخطي لسيما الكلمات بما فيها اسمها الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات والصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز السلعة أو الخدمة أو السلع أو الخدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلعي وخدماتي غيره ولقد نصت المادة الثالثة من فقرة 19 من المرسوم التنفيذي 13378 متعلق بتحديد شروط وكيفية المتعلقة بإعلام المستهلك عن تعريف نفس المصطلح الذي جاء به المشرع في المادة 17 من القانون 0903 ووضع العلامات فطبقا لمرسوم التنفيذي فوضع العلامات هو وضعه كله على التغريف وضعه على التغريف أو منتوج كل العلامة أو إشارة أو رمز أو سيمة أو شعار أو صورة أو بيان يحدده ميزة خاصة لمنتوجه ويميزه عن غيره واعتبرت المادة الرابعة منه وضع العلامات وسيلة يتم بها إعلام المستهلك فالعلامة تسهل على المستهلك التعرف على السلعي والخدمات المعروضة في السوق فهي تضمن له الأمن والسلامة وتخدع لنفس القواعد التي تخدع لها الوسم سواء من حيث الوضوح والمستقية للمعلومات أو التضمن فيها أو تفادي تغريف المستهلك أو خرق اللبس في الدهني كما للعلامة أدوار أخرى فهي تعمل على إظهار نتائج الخيارات السابقة للمستهلكين وتعزز جهودة المنتوج وتساعد العلامة على ضمان نوعية أفضل لتحدد أصل ومنشأ المنتوج نروح إلى آخر نقطة في هذا الفيديو متعلقة بالتغريف فعرفت المادة الثالثة فقرة الرابعة من قانون صفتع صفتلات التغريف على أنه كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمان إعلام مستهلك بذلك أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي 13378 فاعتبرته وسيلة من وسائل إعلام مستهلك فقد تكون المعلومات المدلة بها على التغريف نفسه وفي حال التعدل ذلك تضع المعلومات على المنتوج مباشرة نظرا لطبيعة هذا الأخير فساعد التغريف على حماية المنتوج حماية المنتوجات من أضرار التي تصيبها مما يساهم في حماية المستهلك فيجب تقديم المنتوج وفق معايير محددة عند تغريفه وهذا كله ينصب ضمن تحقيق رغبات المشروعة للمستهلك وبهذا نكون قد انتهينا من الالتزامين الالتزام بالضمان وخدمتهم بعد البيع والالتزام الثاني المتعلق بإعلام المستهلك وشكرا مرحبا وشكرا وشكرا